اشتركوا في القناة لماذا زائد 7؟ لأن الرقم الذي يكون في وحداته 3 يحتاج ل7 ليستكمل العشرة لأن العدد الذي يكون رقم وحداته 3 يحتاج ل7 ليستكمل عشرة إذن عندنا نسبة 23 رقم وحداته 3 إذن هو يحتاج ل7 ليكون عندنا في الناتجة 730 إذن هالثمانية سنقسمها سنضع 7 ثم 1 إذن دهنيا 723 زائد 8 سنضع 723 زائد 7 زائد 1 إذن 723 زائد 7 هي 730 ثم زائد 1 هي 731 مثلا إذا أخذنا 248 ماذا تحتاج لتستكمل 250؟ إذن عندنا 248 لكم تحتاج لتستكمل 150؟ طبعا تحتاج 2 نأخذها من 9 فتبقى عندنا 7 إذن فيصبح عندنا 150 زائد 7 هي 257 257 ثم عندنا 849 849 لكم تحتاج لتصبح عندنا 850؟ طبعا تحتاج لواحد هذا الواحد نأخذه من الخمسة مدام أنه عندنا 849 زائد 5 إذن فتبقى عندنا 4 إذن 850 زائد 4 هي 854 فتكون الناتجة 854 ثم عندنا 435 لكم تحتاج لتصبح عندنا 440؟ طبعا نحتاج لخمسة طبعا هذه الخمسة نأخذها من 8 نأخذها من 8 المضافة لهذا الرقم فتبقى عندنا كإضافة فقط 3 مدام أننا أخذنا من 8 5 لنضيفها ل 435 إذن هالتمانية سيبقى فيها فقط 3 إذن نأخذها من 8 المضافة عندنا هنا فيبقى فيها فقط 3 إذن 435 أضفنا لها 5 من 8 إذن فتصبح عندنا 440 زائد 3 المتبقية من 8 التي أخذنا من 5 فتصبح عندنا الناتجة 443 إذن نأخذ العدد الآخر 156 زائد 7 إذن لكم تحتاج 156 لتصبح عندنا 160؟ طبعا نحتاج لأربعة إذن نأخذها من 7 وتبقى مكان 7 تبقى 3 إذن 7 ناقص 4 يعني 3 هذه الأربعة ستضاف ل 156 فتصبح عندنا 160 زائد 3 إذن فيكون الخارج 163 نأخذ تمري الأول أرسم 3 أرسم 3 نقاط A و B و C غير مستقيمية يعني غير نوضع A B و C ولكن بشكل غير مستقيمي يعني أنها لا تشكل لنا مستقيما ما نوضعها ما قادة يعني أننا سنضع كل نقطة في مكان بحيث إذا جمعنا بينها لن نحصل على مستقيم إذن هذا هو المقصود ب A و B و C غير مستقيمية أنشئ المستقيم D المتعامد مع C إذن كما نرى عندنا A و B و C ثلاث نقاط غير مستقيمية أنشئ المستقيم D إذن سنبدأ المستقيم D المتعامد مع C المتعامد مع C ثلاث نقاط غير مستقيم و L و C إذن كما نرى عندنا المستقيم D المتعامد مع C ثلاث نقاط غير مستقيم ثلاث نقاط غير مستقيم ثلاث نقاط غير مستقيم و L و C إذن الموازي لأصي والمار من النقطة B ماذا أستنتج بالنسبة للمستقيمين D والدي بريم عندنا D متعامد مع S ثم أننا وضعنا D الموازل S إذن فكيف هو D والدي بريم طبعا أنهم متعامدين لأن المستقيم المتوازل مستقيم متعامد مع مستقيم ثالث هذا المستقيم يكون أيضا متعامد مع هذا المستقيم الثالث إذن كما نرى إذن المستقيم الموازل مستقيم متعامد مع مستقيم ثالث هذا المستقيم متعامد أيضا مع هذا المستقيم الثالث كما عندنا هنا في التمرين الثاني أنشئ المستقيم دي واحد المار من أه والموازل المستقيم أبي طبعا سنتابع الشكل الذي عندنا هنا كما نرى عندنا أبي سي إذن عندنا هذه الزاوية طبعا عندنا المستقيم أبي متعامد مع المستقيم أسي ومن اللي تنقول المستقيم رمتين عني وش هاد القطعة اللي محدودة عندنا هاد القطعة هي فقط جزء من هاد المستقيم هي فقط تحدد لنا اتجاه المستقيم أما المستقيم فهو أطول ولا يمكننا أن نحده بكتابة ولا يمكننا أن نحده بهذه الخطوط التي عندنا هنا إذن المستقيم هو أطول يعني أنه يتجاوز الورقة يتجاوز هاد الورقة التي عندنا هنا المستقيم ما تكونش محدود من الطرفين دياله إلا إذا تكلمنا عن نصف المستقيم فهو يكون محدود من أحد جوانبه لكن من الجانب الآخر يكون غير محدود وهو أيضا عكس القطعة كما عندنا هنا نتكلم عن AB هذه قطعة لكنها في نفس الوقت تمثلنا اتجاه المستقيم AB ثم عندنا AS طبعا نتكلم عن المستقيم لا نتكلم عن القطعة التي هي فقط جزء من هذا المستقيم إذا أنشئ المستقيم D1 المار من U إذا سنضع كما نرى المستقيم D1 المار من U والمتوازل المستقيم AB يعني أنه يكون مار من U كما نرى ثم أنه يكون متوازل المستقيم AB إذا المستقيم D1 يكون مار من U ثم متوازل المستقيم AB ثم يكون متوازل المستقيم A B طبعا كما قلنا الآن A B لا يعني هذه القطعة التي عندنا هنا بل يعني المستقيم المار من هذه القطعة A B إذن ثم المستقيم D1 يقطع A في النقطة F إذن المستقيم D1 يقطع A في النقطة F إذن على المستقيم الموالي ماذا استنتج بالنسبة للمستقيمين F و A C إذن F و A C طبعا أنهما متعامدان لماذا؟ لأن F هو موازي لمستقيم متعامد مع مستقيم ثالث فهو سيكون حتما متعامد مع هذا المستقيم الثالث إذن مستقيمان متوازيان المستقيم المتعامد على أحدهما يكون متعامد حتما مع المستقيم الآخر ثم أنشئ المستقيم D2 الموازي لأصي ثم أنشئ المستقيم D2 الموازي لأصي إذن صند كما نرى المستقيم D2 الموازي للمستقيم السي إذن هذا المستقيم D2 المستقيم D2 يقطع المستقيم A B في G إذن المستقيم D2 يقطع المستقيم A B في النقطة G ماذا أستنتج بالنسبة للمستقيمين O G و A B إذن كما نرى عندنا O G إذن مستقيم O G المقصود المستقيم D2 بمعنى آخر ثم هو المستقيم A B طبعا أنهما متعامدان إذن طبعا عندنا A B متعامد مع أصي فالمستقيم المتعامد على أحدهما هو موازي للمستقيم الآخر عندما يكون عندنا مستقيمان متعامدا كأب و أصي فالمستقيم المتعامد على أحدهما يكون متوازي مع الآخر هذه أيضا قائدة إذن المستقيم D2 المار من A و G هو متعامد مع أبي وبالتالي فهو متوازي لأصي ماذا أستنتج بالنسبة للمستقيمين أف و أجي أف يعني أف ثم أجي هما أيضا متعامدان إذن عدنا أبي متعامد مع أصي ثم عدنا أف متعامد متعامد مع أصي إذن فهو متوازي مع أبي ثم عدنا ج أه هو متوازي مع أصي إذن وبالتالي فهو متعامد مع أبي و متعامد مع أف أه الموازي لأبي متعامد مع أف أه الموازي لأبي إذن هي فقط مسألة استنتاجات بالنسبة للسؤال الثالث ألاحظ الشكل ثم أحدد مستقيمين متعامدين و مستقيمين متوازيين وأعلل الجواب أحدد مستقيمين متعامدين طبعا حسب الرسم كما نرى عندنا الداء متعامد مع أصي والدليل على هذا هو هد إشارة التعامد ثم عندنا أبي متعامد مع أصي نفس الشي عندنا إشارة التعامد ثم عندنا بدي متعامد مع أدي نفس الشي عندنا الإشارة ثم عندنا سأ متعامد مع أه سأ متعامد مع أه إشارة التعامد على الرسم تبين هذا ثم ومستقيمان متوازيين طبعا كما تلاحظوا عدنا DA متعامد مع OA ثم عدنا OB متعامد مع OB إذن عدنا OA و OB هذا هو نفس المستقيم تتواجد عليه النقطة OB إذن هذا المستقيم متعامد مع مستقيمين عدنا DA و OB أنه معموديان على نفس المستقيم وبالتالي فهما متوازيان إذن المستقيم DA و OB هذن مستقيمان متوازيان لماذا؟ لأنهما متعامدان مع نفس المستقيم لهو OB أو OA أو OC طبعا هو نفس المستقيم طبعا نحن نسميه من خلال النقاط المتواجدة عليه إذن ثم عندنا من الجهة الأخرى من الأعلى عندنا المستقيم OA أو DA نسميه كيفما نشاء مدامة أن هذه النقاط متواجدة عليه إذن هذا المستقيم هو متعامد مع DB و OC وبالتالي فإن DB و OC هما مستقيمان متوازيان لأن DB ثم OC هما مستقيمان متعامدان مع نفس المستقيم وبالتالي فهما مستقيمان متوازيان في التمريل الرابع عندنا أنقل الشكل إلى دفتر ثم أرسم باستعمال تربعات فقط مستقيمان متعامدان مع D ومار من A هذا هو المستقيم DB الأحمر كما نرى الكتابة إذن هذا المستقيم D المار من A ثم أرسم باستعمال تربعات فقط مستقيمان متعامدان مع D إذن سأرسم مستقيم متعامد مع D ومار من A ويمر من A يعني أننا نحسب من الجانب الأعلى مثلا كما نرى هنا ممكن أننا نضع 1, 2, 3, 4 ثم 1, 2, 3, 4 إذن نفس المسافة كما نرى على جانبات المستقيم طبعا لكي نرسم مستقيمان يتوجب علينا أن نحدد نقطتين طبعا هنا عندنا A وعلينا أن نحدد النقطة الثانية لرسم هذا المستقيم إذن علينا أن نحدد النقطة الثانية لرسم هذا المستقيم إذن تحديد النقطة يكون كما طلب مننا من خلال عد هذه التربعات إذن ممكن أننا نقول 1, 2, 3, 4 ثم 1, 2, 3, 4 أو نحسب من هنا مثلا 1, 2 ثم 1, 2 طبعا كلها تؤدي إلى نفس النتيجة ثم نضع نقطة هنا ثم نرسم هذا المستقيم المتعامد مع الدي والمار من أ ثم مطلب مننا رسم ومستقيما موازيا للدي ومار من بي طبعا بنفس الطريقة نعد 1, 2, 3, 4 ثم 1, 2, 3, 4 بنفس الشكل ثم نحصل على نقطة سيمر منها هذا المستقيم طبعا والمار من بي طبعا مع الأخذ في الحسبان الشرطين يعني أن يكون المستقيم موازي للدي ثم مار من بي ثم فالسؤال الخامس عندنا أنشئ مضلعا له ضيل عان متعامدا فقط يعني نغل وضع جزل الخطوطة متعامدا ثم نكمل المضلع بما شئنا بالطريقة التي أردنا أنشئ مضلعا له ضيل عان متعامدا فقط طبعا الشرط هو أن يكون عندنا ضيل عان متعامدا في هذا المضلع إذن أول شيء سأرسمه أنني سأرسم خطين متعامدين إذن سأرسم ضيل عين متعامدين ثم أكمل هذا المضلع سواء كان ربعيا أو ثلاتيا إلى آخيره سأكمل هذا المضلع بما شئته ما دام أنه لم تحدد طبيعة هذا المضلع إذن الشرط الواحد هو أن يكون هناك ضيل عان متعامدان فقط ثم عندنا أنشئ مضلعا له ضيل عان متوازيان فقط طبعا سأضع ضيل عان متوازيان وفي الحالة أكيد سيكون مضلع رباعي أو خماسي أو أكثر لن يكون أقل من هذا إذن سأنشئ ضيل عان متوازيان يعني الشرط الواحد الموجود هنا المطلوب هنا طبعا أكمل بما شئت وكيف ما شئت وبالتالي سأحصل على مضلع لوضي العان متوازيان فقط ألاحظ النتيجة التي توصلت إليها والنتيجة التي توصل إليها من يجلس جانبي أكيد بأن النتيجة لن تكون وحيدة لأنه بقي هناك حرية في الخيارات المتبقية أكيد أن النتيجة لن تكون واحدة لأن الخيارات المتبقية تعطينا حرية تعطينا خيارات في رسم ما تبقى من المضلع وبالتالي ستكون عندنا عدة رسومات لهذا المضلع أنشطة دعم التقوية أنشئ الشكل في دفتري إذن كما نرى أنشئ الشكل في دفتري إذن سنضع الشكل كما نرى إذن عندنا AB C D إذن بهذا الشكل ماذا ألاحظ بالنسبة للمستقيمين AB و C D AB و C D طبعا هم مستقيمين متوازيان طبعا هم مستقيمين متوازيان لأن ضلعي المضلع AB C D هذه الضلعين AB و C D هما متوازيان وهذه الضلعين هما دائما هذ المستقيمين إذن عندنا الضلع AB هو دائما المستقيم AB ثم عندنا الدلع السادة هو دامن المستقيم السادة إذن أكيد A-B والسادة هم مستقيما متوازيان ثم أنشئ مستقيما دي واحد إذن سنضع مستقيم دي واحد متعامد مع A-B متعامد مع A-B ولكنه مار أيضا من A إذن هو متعامد مع A-B ويمر من النقطة A ماذا استنتج بالنسبة للمستقيمين السادة والد واحد إذن السادة ثم الد واحد طبعا فهما متعامدان لماذا؟ لأن A-B والسادة هم مستقيما متوازيان المستقيم المتعامد على أحدهما هو أيضا متعامد مع المستقيم الآخر ثم عندنا أنشئ المستقيم دي اثنان يعني من جهة الأخرى ولكنه مار من النقطة D والمار من النقطة D ماذا استنتجه؟ إذن المستقيم دي اثنان متعامد مع السادة ومار من D ماذا استنتجه بالنسبة للمستقيمين دي اثنان وأبي إذن عدنا أبي ثم دي اثنان إذن فهما متعامدان إذن المستقيم دي اثنان والمستقيم أبي هما متعامدان لماذا؟ لأنه كما قلنا الآن أنشئ مستقيما دي اثنان متعامد مع السدي إذا المستقيم دي اثنان متعامد مع السدي المتوازي مع أبي إذن أكيد فهو متعامد مع مستقيم متوازي مع آخر إذن فهذا المستقيم سيكون أيضا متعامد مع المستقيم الآخر المستقيم دي اثنان متعامد مع مستقيم متوازي مع مستقيم آخر وبالتالي فهد دي اثنان سيكون متعامد أيضا مع المستقيم الآخر إذن مستقيمان متوازيان كل المستقيم متعامد على أحدهم سيكون أيضا متعامد مع الآخر إذن ماذا أستنتج بالنسبة للمستقيمين ال دي واحد و دي اثنان طبعا دي واحد و دي اثنان هم مستقيمان متوازيان عندنا المستقيم A-B والS-D هم مستقيمين متوازيين إذن كمان نتكلم عن مستقيم واحد له نفس الاتجاه إذن المستقيم D-1 هو عامودي على A-B إذن كأننا نقول بأنه عامودي على هذا الاتجاه ثم عندنا D-2 هو عامودي على الس-D فهو أيضا عامودي على نفس الاتجاه وبالتالي فإن D-1 والD-2 العاموديان على نفس الاتجاه كما نتكلم عن مستقيم واحد له نفس الاتجاه وبالتالي فهوما متوازيان إذن فالD-1 والD-2 هم مستقيمين متوازيان بقينا نتمرين اثنان من أنشطة الدعم التقوية ألاحظ الشكل وأحدد كل مستقيمين متعامدين كل مستقيمين متوازيين ألاحظ الشكل وأحدد كل مستقيمين متعامدين كل مستقيمين متوازيين إذن أنا غنشوف الشكل ولاحظه ونحدد كل المستقيمين متعامدين مستقيم عامو ديالآخر يعني أنا واقف عليه ثم غنحدد مستقيمين متوازيين يعني جزء المستقيمين ما غيرتلاقوش كل واحد غادي في الجنب ديالآخر ما غيرتلاقوش إذن طبعا كما تلاحظوا بأن الشكل اللي مهم فيه هو أربعات المستقيمات ثم أن فيه حجز المستقيمين لا أساس لهم فهذه الأسئلة التي ذكرنا إذن المستقيمين هم F-E و A-B إذن F-E و A-B غنحدوا هذ المستقيمين وغيبانوا لنا الأسئلة كل المستقيمين متعامدين إذن ممكن أننا نذكر C-D والC-B أو نذكر C-B والمستقيم D أو المستقيم D و D-A إذن هذه المستقيمات المتعامدة طبعا المستقيمات المتوازية عندنا D-A مع السيب أو المستقيم D مع الدسي إذن هذه المستقيمات متوازية إذن هذا فيما يخص تمارين الصفحة رقم 15 للمستوى السادس ابتدائي حياكم الله و للقاء قادم بإذن الله شكرا للمشاهدة